مرض الكوليرا يعود من جديد إلى الواجهة ويحصد أرواح اليمنيين وسط مخاوف وتحذيرات من أن تكون موجة ثالثة بعد الموجتين التي نجداحت اليمن في العام 2016-2017 والتي اعتبرت أكبر أزمة إنسانية في العالم يجهل المواطنون أعراض المرض ويعجزون عن دفع تكاليف الدواء وحالات الإصابة والاشتباه اليومية تتزايد حيث تستقبل مستشفيات صنعاء أكثر من ثلاثين حالة يومياً في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الخاصة بمكافحة الكوليرا فقط في محافظة ذمار نحو 12 شخصاً توفوا بوباء الكوليرا منذ أول يناير حتى العاشر من مارس الجاري كما بلغت عدد حالات الإصابة والاشتباه أكثر من 9500 حالة ارتفاعات مخيفة وأرقام متزايدة منذ بداية العام الجاري فهل يعيد العام 2019 شبح الكوليرا الذي تلاشى بعد أن خطف أرواح نحو 2500 يمني من بين أكثر من مليون ومائتي ألف حالة اشتباه بالإصابة تقول مصادر طبية إنه خلال الأسبوع الماضي فقط تم تسجيل أكثر من ثمانية ألف حالة إصابة توفيت منها 19 حالة في 16 محافظة تصدرت أمانة العاصمة القائمة تلتها الحديدة ثم محافظة إب تعود الكوليرا من جديد في ظل تدهور الخدمات الصحية وانعدامها رغم إعلان الأمم المتحدة انخفاض معدلات الإصابة خلال العام 2018 بنسبة 75% مقارنة بالعام 2017 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر